السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا بكم في طرق الفخير لتعليم الكمبيوتر. ان شاء الله في الفيديو ده اقول لكم ازاي تحل مشكلة صفارات خطأ اللي بتظهر في جهاز الكمبيوتر بتاعها. طبعا صفارات الخطأ دي سببها بيكون في بعض المشاكل والعيوب في مكونات الكمبيوتر. هنقول مسلا زي الرمات. متركبة مسلا بطريقة غلط. وطبعا لما الجهاز الكمبيوتر يطلع صوت الصفارة الخطأ دي مش بيطلع ايه السبب اللي الصوت ده بيطلع منه على شاشة الكمبيوتر عندك. يعني ما بيجزلكش رسالة على شاشة الكمبيوتر اللي قولك سبب السفارة دي ايه. هنقرب مع بعض دلوقتي بعد الاخطاء هاوليكم ازاي نحل المشكلة بتاعة صفارات الخطأ دي. اول حاجة اول لما تسمع صفارة الخطأ دي في جهاز الكمبيوتر اول حاجة عايزك تعملها انك تقفل جهاز الكمبيوتر خالص من الكهرباء وبعد كده تتأكد من ان الرمات متركبة صح. والافضل انك تشيلها من الكمبيوتر وتمسحها بقطعة قماش نعمة كده تنظفها ان يكون فيها اطراب مأثر على تشغيل الرامة او تمسحها بيدك كده تنفق على اطراب وتنفخ فيها وتطلع من عليها اطراب لو فيها اطراب. ممكن تجيب تجيب بلور وتنظف جهاز الكمبيوتر من الاتراب لان ممكن الاتربة دي اه تخش مسلا في الرامة او في مداخل الجهاز تعمل لك مشكلة في جهاز الكمبيوتر. فانك تنظفها عشان الجهاز يشتغل كويس. وممكن الاتراب ده يخش مسلا في المراحعة بتاعة الكمبيوتر يوقف يا لك ما انت افضل حاجة انك تنظفها كل فترة من الاتربة اللي بتخش فيه جهاز الكمبيوتر. طيب بعد ما نظفت الرامة ونفخت منها الطراب وحطتها تاني في مكانها شغل جهاز الكمبيوتر. لو لقيت نفس المشكلة يبقى انقل المكان اللي انت حاطت في الرامة دي للمكان اللي جانبيه مخاصة للرامات. لو انت حاطت اكتر من رامة ممكن تجرب واحدة وتشيل واحدة. ممكن يكون في رامة فيها مشكلة او فيها عيب هي اللي بتعملك المشكلة دي. تجرب واحدة واحدة فيهم. لو لقيت واحدة اشتغلت من الجيد التاني بقى التاني دي هي اللي فقى المشكلة. كده خلصنا من موضوع الرامة. لقيت الجهاز اشتغل كده خلاص. طيب لو لقيت برضو نفس المشكلة دي. والجهاز برضو عمال يعمل صوت التصفير ده. عايزك تبص على كارت الشاشة لو حاطت كارت شاشة. عايزك تبص عليه. وتتأكد اللي هو متركب كويس. انت هتقول لي متركب كويس وشيلته وركبته تاني وبرضو بيحصل نفس المشكلة. لا. عايزك بعد كده. عايزك تجرب جهاز الكمبيوتر من غير كارت الشاشة ده. لو لقيت جهاز الكمبيوتر تشغل من غير كارت الشاشة ده يبقى كارت الشاشة ده سبب المشكلة ما بيشغل لكش جهاز الكمبيوتر. فانت شيل كارت الشاشة الخارجي اللي انت مركبه وحط الكابل بتاع الشاشة في مكان الجهاز من ورا بيبقى لها مكان الكيسة بتبقى مزودة بمدخل تركي في كارت الشاشة بتاعك فانت استغن عن كارت الشاشة غالطا ما تجيب واحد تاني وحك كابل الشاشة في الجهاز نفسه. لحد ده ما تجيب كارت تاني. دي لو كان العيب في كارت الشاشة. قول لي انا دلوقتي ظاهر لي برضو نفس المشكلة. كده انت تأكدت من الرامات وجربت لو عندك اقتر منها وجربت واحدة واحدة وغيرت المنافذ. يعني غيرت مكان الرامة بدلا ما تحطها مسلا في الجنب اللي على يمين. شي لو تحطها في جنب العشمال. وما اشتغلتش برضو. يبقى كده المشكلة ممكن تكون في عندك او المعالج او دي تتخلي شخص متخصص افضل يعالج المشكلة دي. عشان ما تبص نفسها. دي نصيحة احسن ما تطير وتحرقها خالص. فتخلي شخص متخصص هو اللي يعالج لك المشكلة دي. وانا افضل انك تجرب تشوف موضوع الرامة الاول وكارت الشاشة وتنفز الخطوات اللي انا قلت لك عليها. وان شاء الله دي اقتلية المشاكل اللي ممكن تلاقيها من سبب الرامة كارت الشاشة. دي برضو كان في جهاز قدامي. كان بيعمل صوت التصفير ده. فانا شيلت فيه الرامة بتاحته. ونضفتها بنفس الطريقة اللي قلت لك عليها دي. وحطيت الرامة تاني. اشتغلت الجهاز اشتغل معايا ما فيوش اي مشكلة خالص. هو الراجل بيحسب ان الجهاز باز. فالجهاز تليه شغل تمام. بس الرامة متركية كانت متركبة صح. بس انا نضفتها. نضفت المكان اللي كانت محطوط فيه كتر رامة. شيلت منه الطراب. وبعد كده الجهاز اشتغل عادي ما فيوش اي مشكلة. فانت اجرب الخطوتين اللي قلت لك عليها. عشان ما تفاجعكش مشكلة صفارت الخطأ اللي بتزهر في جهاز الكمبيوتر. كده انا خلصت الفيديو. اتمنى تكون استفدتوا من الفيديو دوت. ولأول مرة تبعني ما تلسلش ضغط لايك على الفيديو. وتشترك في القناة. وتفعل جرس التنبيه. عشان تشوف فيديوهاتنا الجاية اول باول. ولو عندك اي استفسار اكتب لنا تعليق في اسفل الفيديو او رسلنا على صفحتنا على الفيسبوك. طرق الفرق خيال لتعليم الكمبيوتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.